بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فقد رأينا بالأمس في مصر حادثة نقل الموميوات وجثث ملوك الفراعنة وجاءت ناس إلى منها هذا السؤال الذي يقول فيه حصل كذا وكذا بالأمس وخرج بعض السلفيين يحرمون الأمر وحدث تصادم ومعروف أن نبش القبور حرام شرعا فهل عرض الموميوات في المتاحف حرام وهل الحدث الذي حصل إمبارح كذا يقول ده ضد الشرع ولا يجوز الاحتفال بمثل هذا هناك عدة قضايا أولا قضية الاحتفال بهذا الأمر يعني هذا إذا لم يخالطه منكرات فهذا من جنس المباح يعني هو لا يقوم بطقس من الطقوس الدينية لا يفعل شيئا يخالف الدين أما إذا احتوى على أشياء فيها مخالفات مثل اختلاط رجال بنساء رقص كشف عورات نساء هكذا عارية أشياء من هذا القبيل إن حصلت فهذه فهذه حرام لذاتها أما مجرد يعني المهرجان والاحتفال مثل هذا فهذا من جنس المباحات هذه القضية الأولى القضية الثانية نبش القبور نبش القبور هذا لا يجوز الأصل في أنه لا يجوز ولكن حصل النبش وتم الأمر وأخرجت هذه الأجساد عندنا قاعدة تقول يغتفر في النهايات ما لا يغتفر في البدايات قضية نبش القبور إذا فيها أموال وأموال هائلة فهذه قضية أخرى لأن المال لا يجوز أن يدفن في القبور هذا في شرع الله سبحانه وتعالى المال الفراعن يخفونه في القبور اعتقادا منهم بأنه يستفيد منه في العالم الآخر هذا عندنا ممنوع في الشريعة والمال من المقاصد الكلية التي حافظ الشرع عليها فلا يجوز إهدار المال بحال من الأحوال ومن إهداره دفنه في القبور طيب علمنا بوجود هذا الشيء هل يجوز استخراجه لمصلحة الأمة؟ نعم يجوز استخراجه لمصلحة الأمة ولا يجوز تعطيل أمثال هذه الأموال الكثيرة الأمر الثالث قضية الأجساد المعروضة في المتاحف هذه هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الله سبحانه وتعالى ذكر أو أشاره في قصة فرعون بأن الله سبحانه وتعالى سينجي بدنه ليكون لمن خلفه آية وهذا الحقيقة إعجاز دقيق للقرآن فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية هذه الآية أنزلت على من؟ على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجدت جثث الفراعنة وأخرجت ليراها الناس قبل مئة سنة وأكثر بقليل إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدراه أن أجساد أن جسد فرعون موجود وأنه سيكون آية لمن سيأتي بعد ذلك هذا من إعجاز القرآن لأنه لا يوجد أحد في الدنيا يعلم أصلا بوجود أجساد الفراعنة في أيام وجود سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يعلم أن هذه الأجساد محفوظة طبعا هذا ليس دليلا قويا على إقرار وجود هذه الأشياء الآن نبشت وأخرجت والنظر إليها يعطي عبرة للناظر إليها بشرط أن لا يكون هناك يعني مخالفات شرعية الذي أراه أن هؤلاء يعني من أهل الأوثان يعني ليسوا من أهل الدين يعبدون الأصنام الفراعن معلوم عنهم ما بقي صنم إلا عبدوه فقال إيش فرعون ماذا قال أنا ربكم الأعلى ماذا فعل قال والله حصل عند أخناتون وحد ومش عارف مين وحدا لست مهتما كثيرا بهذا الجانب وحد ماذا وحد الأصنام في صنم واحد هذا الذي حصل لم يأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى إنما عندهم أصنام كثيرة جدا فجعلوها في صنم واحد فهل يجوز النظر إلى هذه الأجساد على سبيل الاعتبار لا أرى مانعا شرعيا في هذا بل أراه جزءا من العبرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وأشار إليها في إبقاء جسد فرعون وإخراج جسد فرعون ليكون عبرة لمن جاء بعد ذلك الحقيقة هنا من إعجاز القرآن لتكون لمن خلفك آية لمن خلف من هم الذين خلف هل من بقي من آل فرعون ولم يهلك أم هلكوا جميعا أو من بقي من القبض من بقي من بني إسرائيل ليعلم أن هذا أن الله سبحانه وتعالى أهلك عدو الله جل جلال جل جلال والله تعالى هذا محتمل أو للأجيال القادمة هذا أيضا محتمل فإبقاؤها في المتاحف هذه خاصة أنها يعني أن إخفاءها ربما يتسبب في فتنة عالمية الآن يعني خاصة في هذه الظروف المحتقنة والضرر يزال ارتكاب أخف الضررين اتقاء أشدهما أجساد قوم كانوا كافرين أخرجت لم نخرجها نحن أخرجها من أخرجها البعثات التي كانت تبحث عن هذا الأمر هناك فوائد علمية كثيرة يمكن أن تكتشف من هذا هناك أشياء علمية طبية يمكن أن تستفاد كل هذه مقاصد شرعية يعني الشريعة لا تمنع من الأبحاث التاريخية من الاستفادة من تلك المواد الموجودة من محاولة اكتشاف أسرار موجودة في الكون هذه أشياء لم يمنع منها الشرع الشريف هذه من النوازل بلا شك وهذه لم تكن معروفة أيام النبي عليه الصلاة والسلام يعني أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نبش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجها جساد المشركين الموجودة يعني بقى ياهم ورفات أولئك الناس حينما بنى مسجده عليه الصلاة والسلام فكان قسم منه مقبرة للمشركين فأزال القبور قبور المشركين أزالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظف المكان إذن مجرد النبش لقبور الكافرين ليس ممنوعا لذاته إذا منع يمنع هذه مثلا عورات وإكرام الميت دفنه وهذه لا يجب أن تبقى حتى لا تؤذى وحتى لا يحصل كذا وكذا أما هذه أجساد خاصة ليست كباقي الأجساد وقامت عليها آلاف الدراسات ومن خلالها حاولوا واستنبطوا تاريخ أمة من الأمم فلا أرى مانعا من تلك العمليات البحثية ولا أرى مانعا من الاعتبار بها ولا أعلم دليلا في الشريعة يوجب أن نستر هذه الأجساد خاصة بعد ذلك التجاذب الكبير الذي سيحصل يعني العالم كله ينظر إلى هذه الأجساد على أنها ميراث أمة وتاريخ وحضارة وكذا إلى آخره ودفنها سيؤدي إلى فتنة ربما أشد من عدم دفنها فالذي أراه لا مانعا من هذا الأمر والله تعالى أعلى وأنا بقي قضية أخيرة أقولها يعني تعظيم هؤلاء الناس والمفاخرة بهم ويعني يأتي إنسان ويقول أنا فرعوني هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى هذه البلاد متحضرة بلا شك منطقة مصر والشام والعراق تقريبا والجزيرة العربية هذه المنطقة معظم حضارات الدنيا ظهرت فيها وكل الأنبياء الذين ذكروا في كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة كل الأنبياء يعني هذه المنطقة التي تسمى الهلال الخصيب مع بلاد النيل يعني ما بين النيلين إلى الفراتين مع جزيرة العرب وجزء يسير من منطقة تركيا وهو جنوب تركيا يعني السيدنا إبراهيم يقال كان في أورفا فهذه المنطقة في هذه المناطق يعني تقريبا من الخليج العربي وبحر العرب وخليج عمان وهذه المنطقة إلى النيل نيل مصر تقريبا معظم الأنبياء الذين ذكروا على حد علمي كانوا في هذه المنطقة وكل الحضارات التاريخية القديمة التي كان لها شيء كبير في العالم كانت في هذه المنطقة فأن تكون في منطقة متحضرة وتتكلم من حضارة قديمة هذا شيء حسن والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهانا عن ذلك وهدم آثار أولئك الناس هذه صارت آثار إنسانية هذه صارت ليست فقط يعني حقيقة لجميع الناس ليست للمسلمين هي مملوكة لكل الناس أما الافتخار بها والتعالي بهذا والله هذا أنا فرعوني وأنا في نيقي وأنا بابلي وكذا كلها من الجاهلية التي نهى عنها دين الإسلام وأخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام عنها بأنها منتنة ثم هناك أمر آخر يعني هذه أشياء ضاربة في التاريخ ولا أحد من الحاضرين يستطيع أن يجزم بوجوده في تلك قبل آلاف السن في هذه المنطقة العرب دخلوها دخلها الرومان دخلها الفرس حصل اختلاف عرقي كبير جدا جدا فالتعالي بمثل هذا ليس من دين الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر